اذا مشاهد الكرام حققت دولة خطر خلال السنوات القليلة الماضية انجازات كبيرة في قطاع النقل والمواصلات وتطوير الموانئ التجارية والبحرية والجوية وبناء شبكة من المواصلات الحديثة تستخدم افضل الانظمة والتقنيات في العالم هذه الجهود تأتي في اطار برامج ومشاريع وزارة المواصلات لتكون ارثا حقيقيا للاجيال الحالية والمقبلة ولتدعم الاقتصاد الوطني وتحقق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سعادة مشاهد الكرام ينضم الينا سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات سعادة الوزير نرحب بك وكل عام وانت بخير وكل عام وانجازات اكثر واكثر على صعيد قطاع النقل والمواصلات ابدأ معك استراتيجية طموحة اذا اعدتها وزارة المواصلات في التحول للمركبات الكهربائية وبدأت مشاريعها تظهر على ارض الواقع ما هي احدث الاعمال التي سترى النور قريبا وتتعلق بتنفيذ هذه الاستراتيجية؟ وانها احد اهم الاستراتيجيات التي تصب في تحقيق توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية شكرا لك على هذه المقدمة الطيبة وشكرا للاستضافة لا شك ان اطلقنا العام الاستراتيجية للمركبات الكهربائية والشاحنات وراح شوفها قريبا على ارض الواقع وطبعا كانت تجربة كأس العرب تجربة مهمة لنا لاننا شاركنا ما يقارب من 200 باص في هذه التجربة بالطاقة الكهربائية اللي نقف على استعدادات وكفاءتها كذلك في العمل لكن لا شك ان احنا اجرينا تجارب مسبقة ونعرف الكفاءة لكن التجربة كانت مقياس حقيقي لنا 200 باص اشتغلوا وراح شوف ان شاء الله 800 قادمين اثناء هذه الفترة الوجيزة قبل كأس العالم راح تكون موجودة واطلقنا استراتيجية السيارات الكهربائية مواصفاتها قياساتها الصحيحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء كانوا المرور او المواصفات والمقاييس وادخال انظمة حديثة للاستعمالات الخاصة بها وكذلك اختيار نوعية الوقود الصديق للبيئة يعني هي الاستراتيجية تحتوي على عدة اشياء استراتيجية كهربائية وكذلك تحسين البيئة الموجودة في دولة قطر من السيارات العادية او الباصات التي تعمل او الشاحنات التي تعمل بالديزل فاختار مواصفات اوروبية اللي هو يورو فايف انجين المحركات التي تعمل برقم خمسة اللي هي اعلى درجات بيئية ستجرى هذه المواصفات ان شاء الله وتطبق بشكل رئيسي في نهاية 2022 يعني رح تمنع الاسترات في 2023 لجميع السيارات التي لا تحتوي على هذه النوع من المحركات اما الان سيتم استخدامها لكن لا يفسر كلامي ان ستمنع استرات هذه السيارات ان السيارات الموجودة رح تنتهي لا رح تتحسن مواصفاتها وتنتهي بفعل العمر والزمن لها يعني رح يسمح باستخدامها الى ان تنتهي بفعل العمر او الزمن فان شاء الله رح تشوف استراتيجية السيارات الكهربائية اكثر نضوجا في 2022 وتشاهدها للعيان لان الشاحنات الكهربائية رح تركب في جميع شوارع قطر رح يركب ما يقارب من 200 شاحن في الاماكن العامة وجميع الوزارات والاجهزة الحكومية نعم سعط الوزير قطاع النقل اثبت كفاءته خلال بطولة كأس العرب في فا قطر 2021 من خلال منظومة نقل متعددة الوسائط متكاملة مترابطة شملت المترو والحافلات تسير على شبكة خطوط نقل مدروسة وربطت جميع الاستدات والمرافق الحيوية ببعضها البعض واستطاعت ايضا تلبية تطلعات وطموحات الجماهير في التنقل كيف تم تحقيق هذا النجاح؟ وهل سيكون هناك اضافات اخرى لخطة النقل خلال بطولة كأس العالم 2022؟ لا شك انه رح تكون في اضافات لكأس العالم احنا اجرينا الاختبار في الواقع انه هو محاكاة طبيعية لكأس العالم اختبرنا كل كفاءتنا وكذلك الاجهزة الاخرى تختبر كفاءتها نشوف اوجه النقص عندنا الكمال لله سبحانه وتعالى لا بد انك تحصل ثقرات هنا موجودة لكن مجمل العام كان النقل بشكل ممتاز جدا سواء كان بالريل او بحافلات كروة مجموع ما تم نقله في الاثنين ما يقارب من ثلاثة مليون اختبرنا نظام وكفاءة الاداء باختبار 4000 باص محاكاة للطبيعة اثناء كأس العالم طبعا 4000 باص بتقول لي كيف استخدمتوهم في جزء لكأس العالم في جزء النقل العام قصدي لكأس العرب او النقل العام او بساط المدارس لكن اختبرنا المنظومة كمنظومة تعمل بشكل رئيسي ل 4000 باص ناهيك عن الريل اللي يعمل بكامل طاقته وكذلك زيادة كفاءة الريل باضافة عربات اضافية زيادة محاكاة طبيعية لكأس العالم فكانت تجربة حقيقية وقفنا عليها خذنا الدروس ان شاء الله التي ستكون مستفادة منها في المستقبل وتحسين كذلك النقل اثناء كأس العالم لا شك ان اللي شفته اثناء كأس العرب هي محاكاة طبيعية لكن اثناء كأس العالم راح تكون في اضافات جديدة راح تكون في البي ار تي اللي هو النقل السريع التي يتنقل خصوصا راح يكون في منطقة الوسيل الى ملعب البيت باص كهربائي طويل يمكن اجرينا عليه تجربة قبل سنة او سنة ونص سنتين تقريبا واثبت كفاءته وان شاء الله بيجينا في الاشهر القادمة ونتمكن من اختباره قبل بطولة كأس العالم ويكون استخداماته اثناء كأس العالم فان شاء الله اننا نكون مستعدين شفت انت كفاءة الاداء في جميع المراحل حتى بوجود ثقرات او وجود بعض الاعقال البسيطة التي واجهتنا كيفية التعامل معها وهذا هو النجاح الحقيقي ان كيفية التعامل معها واجاد الخطط البديلة لكل خطة موجودة نعم سعدتكم تشرف اليوم على مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم وتشرف ايضا على الخطوط الجوية القطرية وهي افضل شركة طيران في العالم للعام السادس على التوالي وايضا مشروع الريل احدى المنظومات المهمة في الدولة لدينا ايضا شبكات النقل الاخرى كالتاكسي والحافلات ماذا يشكل برأيك يعني هذا القطاع في الاقتصاد القطري وكيف سيخدم ويكون رافض للناتج المحلي الاجمالي للدولة هذه رؤية سيدي سمو الأمير يعني والاكومة اقوم كذلك بتنفيذ الخطة 2030 ان دورة قطر رائدة في جميع المجالات وخصوصا مجال المواصلات لذلك راح تشوف التقدم الملموس من هنا الى 2030 يمكن انت اشرت الى كأس العالم كأس العالم هي محطة لكن هدفنا 2030 فجميع الانظمة التي تم بنائها والتي ستبنى تبنى على اساس ارث حقيقي لدولة قطر يخدم لين 2030 الخطوط الجوية القطرية توسعاتها لن تقف هي من احسن الطيران في العالم كما اشرت وان شاء الله تحتفظ بهذه المكانة وتتقدم زيادة خصوصا في ظل الخطة التي عملت على اساس ان التوسع ان شاء الله يمكن حد شوية من التوسع اللي كان موجود الكوفيد واغلاق بعض المطارات المهمة اللي توصلها لكن ان شاء الله ان الخطة مستمرة راح تشوف تحسن في الاداء كذلك وامتياز في اداء جميع الانظمة وصولا الى تكامل وترابط بين جميع خطوط النقل في الدولة وهذا هو الهدف الرئيسي يمكن تشوف انت حتى بدت المنظومة السياحية تعود الى ميناء الدوحة بمراكب سياحية مربوطة بالقطرية ينزلون ويركبون في المراكب تحاول الدولة او القائمين جميعا ان ينشؤون منظومة متكاملة طبعا هذا الترابط والتكافأ انا احب اشكر الطاقم كله لان هذا لو لا وجودهم ووجود الطاقم كله هذا الموجود سواء في الريل في القطرية في كروة في الوزارة بحد ذات ما تمكننا من انجاز هذا النجاح درجة التكافأ والتناقم في الاداء وهو اللي وصلنا لهذا النجاح فشكرا لكل من قدم وساهم في هذا العمل نعم سعد الوزير الطرق السريعة والحديثة اصبحت واقع ملموس لا تخطئ العين ما هي الجهود التي بذلتها الوزارة في هذه المشاريع تعرف الله يسلمك واجب الوزارة هو التخطيط لشبكة الطرق التخطيط لشبكة النقل بشكل عام ولما نقول تخطيط شبكة النقل تضمن المسارات للدراجات تضمن مسارات المشاة تضمن جميع من يستخدم الطريق فالحمد لله جميع الخطط التي وضعت طبعا ونفذت من قبل اشغال تحاكي اعلى مستوات ومعايير عالمية واذا ما كانت اعلى من المعايير العالمية وهذا صحيح ان بعض الشوارع عندنا معيارها اعلى من المعيار العالمي في السيفتي في السيكوريتي في 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 اداء الشوارع لكن الخطة المتكاملة كما انتجت الوزارة اذا تذكر في 2019 انشأنا الخطة الشاملة للنقل واطلقناها كان حفل رسمي لاطلاقها والان تنفذها اشغال ان شاء الله وبشوفها من تقدم الى تقدم يمكن فيه اغلاقات اشغال قامت بها في الوقت الحالي والناس اتكلم عن هذه الاغلاقات لكن هذا شي طبيعي لمنتج راح يحسن من اداء شبكة النقل وشبكة الوصول الى جميع مناطق الدوحة وتنعكس اجابا على الجمهور لازم يعني يكون فيه صبر شوي ان شاء الله وتنتهي هذه المنظومة بما يعود بالخير على الوطن والمواطن ساعة الوزير نهاية العام الماضي تم تتشين محطة الحاويات الثانية وافتتاح عدد من المرافق الخدمية والطبية الخاصة بتوسعة الميناء وتم الاعلان عن نسب متقدمة في انجاز مرافق ومباني ومخازن الامن الغذاء التي يضمها الميناء متى سيتم الانتهاء من انشاء هذه المرافق لا شك ان المرحلة الثانية من ميناء حمد بدأت ويمكن حضرت مرحلة تتشينها ميناء حمد الآن يحاكي اكبر الموانئ في العالم من ناحية الكفاءة من ناحية الاداء وكذلك من ناحية اول ميناء حصل على جائزة صديقة للبيئة لان الميناء بحد ذات خصوصا المرحلة الثانية يعمل عن بعد يعمل باقل عدد ممكن من الناس ويمكن اثبت كفاءته اثناء كوفيد بحيث انه لم تحتز شبكة اللوجستيك في دولة قطر نسبة الى الاغلاقات لانه حرصنا ان نكون الميناء يعمل بكامل باقته فان شاء الله رح يشوف او شفت ميناء حديث جدا يواكب احدث الميناء العالمية طبعا في هذه السنة رح يفتح مركز الزوار يقدر اي واحد يقدر يزور ميناء حمد ويطلع على كيفية انشاء الميناء القصة الحقيقية وراء انشاء الميناء وكذلك التجول مش في انحاء الميناء في مبنى الزوار لكن هو محاكاة طبيعية لميناء حمد ويقدر يشاهد من فوق عملية المناولة بين السفن وهذا تتيح للناس من التدريس كذلك في طلبة المدارس وطلبة المشاريع لان ميناء حمد هو ميناء وحيد في حد ذاته انشاء على اليابسة كحمام سباحة يعني بمعنى الكلام للتوضيح وصار الماء يوصله بدلا يبنى بالطريقة التقليدية كميناء ففي حد ذاته هو تحفى فنية من ناحية البناء سؤالك الثاني عن صوامع الامن الغذائي صوامع الامن الغذائي طبعا هي المختصة فيها وزارات أخرى وزارات التجارة ووزارات البلدية مشتركين لتعمين الامن الغذائي لكن نسبة للأعمال وكلت لنا أعمال انشاء هذه الصوامع لأنه في ميناء حمد ومن ثم تسليمها للمشقل الرئيسي أو العلان وأعتقد أن وزارة الاقتصاد رح تعلن قريبا عن مناقصة أو تشغيل رئيسي تشغيل للقطاع الخاص أعتقد أن صار بعض التأخرات نسبة لكوفيد ونسبة لهذه لكن إن شاء الله المشروع رح يسلم في هذه السنة في 2022 ويتمكن من التشغيل وهو أكبر مجمع صراحة أمن غذائي موجود في المنطقة لعدد ثلاثة مليون نسمة من ثلاث سلع رئيسية هي الأرز والسكر والزيوت ناتج طبيعي من وراء يتحول إلى أعلاف وصناعات أخرى فهو من أكبر مشاريع الأمن القذائي في المنطقة إن شاء الله يجعل دولة قطر في مقدمة هذه الدول بنوعية تخزين هذه الأغذية ومن بعد الاستفادة منها وكذلك وصولها إلى موانئ أخرى موجودة في المنطقة يعني هي في الواقع ستؤمن لدولة قطر وتؤمن لدول أخرى كذلك تحتاج إلى هذه السلع نعم سعاد الوزير طيران المدني أيضا شهد تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في مجال الأرصاد الجوية وأنظمة الطيران ما هو الجديد في هذا القطاع خاصة أن بطولة كأس العالم أصبحت قريبة جدا ستشهد حركة طيران كبيرة أيضا في استقبال الجماهير تعرف منظومة الطيران المدني تحدث باستمرار لكن أكبر تحديد صار لها هذه السنتين وهذه السنة القائمة فيها أنظمة رادار جديدة محاكاة طبيعية على أساس استحداث كذلك مسارات بالتنسيق مع الإيكاو مسارات جديدة للطائرات الاستيعاب مثل ما تفضلت الحركة الجوية الكثيفة التي ستقام أثناء كأس العالم راح تشوف إن شاء الله تطور ملموس في واقع الطيران بهذه الأنظمة المتكاملة اللي جرى تركيبها وجاري تركيبها خطة طيران متكاملة للمنطقة موجودة ونحاول نطبقها أثناء كأس العالم الأرصاد الجوية كذلك الأنظمة الحديثة التي التي عملناها خلال السنتين اللي راحت يمكن شفت افتتاح مركز دولة قطر هي المركز الرئيسي لإمداد معلومات جميع المراكب إلى المحيط الهندي بحالة الطقس وهذا إنجاز كبير لدولة قطر أن توصل إلى هذه المنطقة منطقة منطقة الكشف عن الأرصاد الجوية منطقة كبيرة جدا والتنبؤات الجوية الحمد لله أنها دقيقة بنسبة فوق التسعين في المئة فهذا إنجاز حقيقي للقائمين على هذا المشروع بتنفيذ بحسب رؤية الدولة ورؤية سيدي سمو الأمير فإن شاء الله بشوفهم بعد في الأيام القادمة بافتتاح مراكز أخرى وأنظمة جديدة في هذا القطاع أقامت الوزارة سعادة الوزير في فترة سابقة تجربة لنظام النقل السريع الاتوماتيكي الصديق للبيئة الذي تتوافر فيه مزايا القطارات والحافلات والترام دون الحاجة لخطوط السكك الحديدية هل سنرى هذا النظام على أرض الواقع ماذا أيضا عن مشروع التكسي المائي هل بدأ العمل به ومتى سيرى النور يمكن أن تطرقت في الكلام قبل شوية ودخلت في موضوع البساط صديقة البيئة نعم نحن قمنا بالتجربة لنوع الـ PRT وذكرته قبل وهو باص يحمل مواصفات ترام أو قطار ونجحت التجربة وإن شاء الله راح يشوفها محاكاة للطبيعة في النصف الأول من هذا العام وسوف يستخدم أثناء كاس العالم ومن بعد أرض حقيقي لدولة قطر راح نستخدم بكفاءة إن شاء الله كما جربناه بكفاءة وأثبت كفاة وبيكون مثل ما قلت لك إلى ملعب البيت وبعض المناطق الأخرى فيما بعد إلى منطقة مسعيد أو منطقة دخان راح يستخدم عليها في وقت لاحق السؤال الثاني خصوص التكسي المائي التكسي المائي هو تجربة راح تقام السنة وراح يمكن ما تلحق كتجربة تطبق بالكامل أثناء كاس الحالة لكن هو مثل ما قلت لك احنا نبني استراتيجيات ليس على حدث إنما نبني استراتيجيات على رؤية الدولة 2030 راح نقوم بتجربة فعلية لهذا النظام هذه السنة ومن بعد نقف على كفاة في 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 الوصول إلى جميع مناطق قطر راح يكون من المطار إلى منطقة الوسيل إلى منطقة الدفنة في حالة إقلاق الكورنيش يمكن استخدام طرق بديلة والطرق البديلة هذه واحد من الطرق البديلة لكن في طرق بديلة بالريل وأثبت كفاءة يعني أنا بعطيك رقم أثناء مهرجان الأغذية بس تدفق حق مهرجان الأغذية في الوقت هذه كان ما يفوق 600 ألف راكب بواسطة الريل غير عن الحافلات فيعطيك الرقم والإنديكيشن هذا احنا سعداء جدا بهذه الأرقام لأنه يرويك كفاءة النقل العام ويرويك أن الناس بدأت تستخدم النقل العام كناقل موثوق في الوصول ما تقدر توصلها بالسيارة نظير الزحمة أو كذا وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء شبكات نقل عام متكاملة تستطيع الوصول إلى أي نقطة في الدولة بسرعة وبدون تعب على المستخدم سعداء الوزير ماذا يعني لكم الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه لدولة قطر من خلال فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة السي ضمن الانتخابات التي حدثت في الجمعية العمومية للمنظمة لا شك إن هذا سعدنا جدا بانتخابنا في المجلس التنفيذي وهذا يؤكد على مكانة دولة قطر مكانة سيدي سمو الأمير مكانة الدولة كدولة في العالم لا شك إن اختيارنا من ضمن المجلس التنفيذي هذه كفاءة لقطاع النقل خصوصا النقل البحري في هذا المجال واعتراف بمكانة دولة قطر في مجال الرائد سواء كان في البحر أو في البيئة ومشاركتنا ومساهمتنا في هذا المجال يعطينا دور مهم في صياقة القرارات في المجلس التنفيذي حتى نكون صانعين للقرار وليس متلقين لتنفيذ قرارات يمكن ما تخدم المصالح للدولة أو مصالح المنطقة فأحنا سعداء جدا بفوزنا في هذا المقعد وإن شاء الله هذا فوز لدولة قطر جميع الناس اللي شاركوا يعني ليس فقط وزارتي اللي شاركت وزارات الخارجي دعم من الديوان العميري دعم من رئيس مجلس الوزراء كل الناس اللي شاركوا في هذا النجاح فهذا النجاح يمكن أنا قتل هذا الموضوع هناك فهسام على صدري وأعترف بالشكر لجميع من شارك في هذا النجاح سعد الوزير يعني إجازات كثيرة شاهدناها في العام 2021 كيف يمكن أن نستشرف معالم العام القادم 2022 في قطاع النقل والمواصلات إن شاء الله أنه يقود قطاع النقل سلسلة النجاحات من ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة حققتها في جميع الميادين سواء كانت رياضية سياسية أن تشوف أن دولة خطر تسير بقيادة سيدي سمو الأمير بخطواتقة نحو المستقبل نحو مستقبل أفضل لجميع من يعيش على هذه الأرض وإن شاء الله أن قطاع المواصلات سيكون قطاع مهم موجود ومرسوم ويؤدي الغرض والنجاح إن شاء الله يكون حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سعادة السيد جاسم بن سيف سليطي وزير المواصلات نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات شكرا لكم جزيلا وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله أن نشوف إنجازات قطاع المواصلات متحققة بإذن واحد أحد في العام القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لحظة مشاهدة الكرام إلى ملف اقتصادي آخر وإنجازات أخرى حققت خلال العام 2021 ستصحبنا فيه إن شاء الله الزميلة ندين البطار